علشان تبتدي يحصل عندك نموه تاني يا هاريك شايف ان عملية التأميمة والاتجاه الاشتراكي تتكرم عنه ممكن يكون ليه تأثير سيء على البورصة طبعا على البورصة والاقتصاد كله في الفترة اللي فاتت كان فيه عمليات خصخصة وكان فيه حرية بيع وتداول وكل يعني شركات ومؤسسات الدولة كلها اعتقد كانت مطروحة في السوق بس كان بيأثر على كل بيت مصري طبعا ما فيه شك لو المسألة عملت بدون تنظيم هيبقى دي النتيجة يعني تركيا اشتغلت على نظام الخصخصة لكن بطريقة منظمة ودون ما يشبها فساد اللي حصل عندنا ان شبه عمليات فساد كتير كان فيها عمولات وسمسارة وحاجات كتيرة جدا لو تمت هذه المسألة بشكل منظم وبشكل حقيقي دون اي فساد هيبقى الاجاب هيعمة عن ناس كلها وعلى فكرة فيه توضيح نقطة مهمة جدا انقطاع الاعمال الشركات اللي بيعت منه مش كتيرة قوي زيما الناس فكرة كده ده هم جزء مش يعني جزء حوالي 20% يعني النهارة في الجرائد من 96 ل99 بس موجود عدد هائل من الشركات اه موجود يعني ما ادرك بعد 99 لحد 2015 لا لا موجود شركات كتيرة جدا فبالتالي يعني اللي بيع مش بالضخامة دي لكن في اي وقت الحكومة كانت بتتخلص من احدى شركات قطاع العمل كان بيحصل بومينج في الاقتصاد كان بيحصل انفجار كامل كبير جدا في معدلات النمو وبالتالي بيأثر على البرس احنا وصلنا معدل نمو في 2008 7% دي اول مرة من 20 سنة او 25 سنة فده كان ناتج من ايه؟ من توجه الحكومة للتخلص من شركات قطاع الاعمال وتشجيع الاستثمار الحرب استاذ ديهاب سعيد خبير الاسواق المالية نوارتنا ونتمنى نتقابل تكون الظروف الزبط ان شاء الله بإذن الله شكرا لك شاهدين استنونا لسا مكمل فقراتنا في نهاركم سعيد شكرا لك